موسيقى أنا خفلتني الشهرة أنا الصراحة ما كنتش معقول إليها غادي تكون هاكاكس يخطف الفين ويشترين في قطع أنبار كانت الكورونا وكل شي كانت تفرج وكانت العمل اللي هو كبير ووعر وطلق الإعجاب ما أحراش كيفاش نتعامل معه تخلعات كيفية إليها زابوني كتسات أو لي ميساج صحافة داخلين خيرش ما ضروري كتكون شئ زالة لسان غلط ماشي ما غلطش أنا في أجوبة حيث بغيت نخليد أجلال سبونتانية ديالي ما بغيت نفكر نقول أم أم كيفما أنا وخوالات أنا وميوقعوا في البدايات بشأنك أتصحهم ومن بعد كتكترين راسك مليان غفلتني ولكن فاش يحويك زويني فاش يحويك خيبي كيبقاش عندك العسيب ديالي غير الجمهور اللي كيعرفك في الأول قبل كأنه عندك الجمهور اللي عارفك كيفما دويتي فاهم اللي داي اللي بغيت توصل مين من بعد فاش كيكون عندك واحد الجمهور اللي هو كبير كيلا غيفهموك كيلا غيفهمها غالط نوك انتكت ولي خسكت أدعب تليهم كامين ودويب واحد العمومية ولا العامة ما تبقاش خاص في الأجوبة ديالك واحد الحاجة اللي زويني أعطاش علي التلفازة هو أن الجمهور ما بقاش غيف تيراضي والتي كانت لقى به في الشريع وحتى الجمهور عندي جميع الطبقات في السن كان عندي واحد الشاباب اللي متبعيني لاصيب ديالي اللي هما قضي عشرينات ثلاثينات طبقة تلقى مرة كبيرة وراجل كبير زنقاء كيبدي يرضي عليك يقول لك الله يرضي عليك واللي ورح نشفناك فين في عقود عنبار في عيون غائمة في مسلسالات في أعمال لذلك تجمع الجمهور وتجمع الناس والعائلات اللي هما كبير منك والعمل اللي يتعلق فيه الواحد الصحيب أنه يتجاوزه حيث يخص واحد العمل اللي يكون في حاله والأكبر من جاو أمان من مرهي قوتو عنبار ختمي الحمد لله والسمرين لكن هذا التكليك اللي يخص يكون من مرهي قوتو عنبار يبقى في شواء وشواء صحيب اللي بقيتك تعزله ستغبر على الجمهور ونخص الواحد يخدم وربي غادي يجيب نجاحات واحدة أخرى ونقول شكرا الناس اللي تققوا فيه أخوتو عنبار شكرا على العمل التقم للفنية والتشخنية اللي يخدموا في ذلك العمل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة